السلام عليكم كيفكن يا رب تكونوا بخير بما ان الجو حلو فحبت روح كازدر شوي عشط البحر عطلة نهاية الاسبوع بهولن دهي يوم السبت والاحد اكتبولي بالتعليقات ببلدكن اي ايام سبتوا احد انا بلعط لي بعمل شغلات كتير واهمها طبعا تنظيف البيت وشرق بعض الحاجات المنزلية من السوبر ماركت والغسيل وما لحقلكم الكوي لانه اصلا انا بشتري تيابي انه ما بتحتاج كوي يعني لما اشتري تيابي وما لابسي ببحث عن نوع الكيماش اللي اصلا ما بده كوي واكيد ملايين الاشخاص حول العالم بيعملوا اللي انا بيعملوا اول شي انا ما بحب الكوي تاني شي ما عندي وقت للكوي وثالث شي اللي عشان وفر الكهرباء بمدينة هارلم كل يوم سابت في عنا سوق شعبي وطبعا من ضمن الاشياء اللي بتنبع بالسوق الشعبي هي سمك الطازة في اكتر من بسطة لباع السمك وفي عنا سمك طازة تغري بيقلوه جاهز يعني تجي بتاكل سمك مقلي خالص او انك بتاخد السمك وانت بتسويه بالبات وطبعا تطلب ازا بدك سمك بيعمل لك يهم في لاب بيشيل لك منهم الجلد بيقطع لك يون حسب ما انت بدك واشياء تاني كتير يبتنبع بالسوق من خضرة وفواكه وجبنة ومكسرات واللي بتكون يهم حتى ملابس بينبع احيانا انا بيكون عندي مزاج اني روح كذر بهذا السوق وتمشى شوي لغير جو اذا خاصة اذا كان الجو حلو واحيانا ما بيكون الي خلق على زحمة الناس فما بروح يعني حسب واحد وبنزجه وطبعا السوق بيكون مليان من كل البشر كل واحد بيجي لحتى ياخد حاشته من هيدا السوق الشعبي فبيكون عن جد مزدحم كتير وطبعا انا سبته احد في كل مرة بيكون عندي مشروع مختلف عن التاني احيانا بروح لتمشى بس هيك تمشي بالغابة بحط موسيقى بحط شي بسمعه وانا عم بمشي بالغابة لساعات طويلة وطبعا المشي بالغابة بالطبيعة بيعطيهنا كتير راحة نفسية بشكل مش معقول بنصحكم انتو كمان تجربوا اذا حتكن طبيعة تاخدوها روتين مرة بالاسبوع تطلعوا تتمشوا بالغابة او بالطبيعة يعني كل واحد وحسب امكانياته بالمنطقة الموجود فيها وكمان انا بيوم العطلة احيانا بيختار اني روح لنهر سبارني نهر سبارني الشط عنده كتير حلو فيه اعداد حلوة هناك وبتاخد كتاب بتسمع موسيقى بتسمع اي شي بتقعد بس هيك بتتأمل بتفكر فيه شغلات كتير حلو الواحد بيمرسب هواية المشي وبيصور فيه مناظر كتير حلو للتصوير خاصة انه بيمر من نهر سبارني كتير سفن شراعية بتجي من كل انحاء اوروبا وخاصة بالصيف كمان فيه هوايات كتير مائية تمارس بنهر سبارني وكمان لابد مرة كل فترة اني روح للمكتب العامي طبعا هون المكاتب العامي منتشرة بكل المناطق الهولندية يعني مثلا مدينة هارلم فيها اكتر من مكتب عامي كمان كل فترة بروح للمكتب العامي طبعا الحلو بهولندا هون اكيد في مناطق كتير مثل هولندا بيكون عندهم مكاتب عامة بكل مدينة فيه اكتر من مكتبة وطبعا مدينة هارلم اللي انا ساكني فيها فيها عدة مكاتب وفيه مكتبي قريبي كمان مني انا عاملة اشتراك سنوي بالمكتبة وكل اسبوع فيه روح يعني كل مرة بقدر روح بقدر بستعير سبع كتب بيبقوا عندي لثلاثة أسابيع وبعدان برجعنوا بستبدلن اذا قرأتن قبلها ثلاثة أسابيع حتى لو اسبوعيا قدرت قرأ هاد الكتب فبقدر رجعنوا وبقدر بستعير يعني الكمية غير محظودة من استعارتك للكتب طبعا فيها سيديات وفيها شغلات كتيرة ممكن تستفد منها وكمان فيها الكمبيوترات وبتعود هناك وفيها أعداد حلوة يعني الواحد ممكن يقضي كل النهار بقلب المكتبة وما بيزهق وكمان عنا السينما كمان بالمدينة في عدة سينماات موجودة فكمان في الواحد ازازحقان وما عارف شو بدي يعمل يروح السينما طبعا فيه أماكن تسلي كتيرة بس كل واحد هو بيختار هو شو بيحاب وهل هاد الأماكن بتناسبه أو ما بتناسبه بعض الأماكن أنا بالنسبة لإلي ما بتناسبني فأصلا ما بفكر إني روح له عموما اللي عرفكن عن حالي أكتر أنا من النوع اللي كتير ما بحب عجقة الناس كتير أو بروح أماكن فيها كتير عجقة يعني مثل الأندية اللي بيكون فيها موسيقى عالية وضجة ورقص وهالشغلات كلها اللي ناس كتير بيحبوا يروحوا لهونيك فأنا هيد الأماكن ما بتعني لي أبدا أي شي أنا كل مكان بيكون فيه طبيعة فيه ماشي فيه هدوء أنا بفضل أني روح لهيد الأماكن حتى بالأسواق لما بيكون كتير عجقة ففضل أني ما روح لهيد الأسواق إلا إذا كنت مضطرة كتير فبروح بقضي حاش دي مثل ما بيحكوا وبرجع كمان الجولة بالباس لحالة أو بالكتار كمان حلوة ممكن الواحد ما يروح لأي مكان بس يروح لمحطة الكتار أو لمحطة الباس وياخد بين مدينتين ياخد مثلا يطلع بيقول أنا رايح أمستردام بس بالكتار روح أرجع كمان المناظر حلوة كمان بيعد هيك استرخاء بنفس الكتار وبس بيتفرج على الأماكن والمناظر اللي بتطلع قدامه ونفس الشي بيقدر يعمل بالباس ياخد مثلا يحدد مدينة معينة يروح لها مثلا شي نص ساعة أو ساعة وبيركب بالكتار وبس يوصل للمدينة برجع بياخد الكتار وبيرجع فيه على مدينته يعني فيه خيارات كتير إذا الواحد مثلي ما بيحب العجقة كتير أو زحمة هذه الأماكن اللي بيكون فيها موسيقى وشغلات الناس بيروحوا له لهذه الأماكن فيه ناس بيعجبون وفيه ناس مثلي بيحبوا أكتر الهدوء يكونوا مع نفسهم أكتر أنا هون وصلت للبحر طبعا متل ما شايفين كان فيه مده جزر كتير بالبحر فالماء يواصلي لجوات الشاط طبعا هيدا المنظر نحنا مشوفه أكتر بالشتاء لأنه بتطلع الماد بيوصل لنص أو أكتر بياخد جزء كبير من الشاط مدينة زانفور طبعا عمرها أكتر من تسعمائة وشوي السنة صار موجودة وكانت بالأول سكانة بيعيشوا على السمك سيادة السمك ولكن بعدش يعني مع الزمن تحولت وأصبحت مدينة سياحية بامتياز وطبعا هيدا الشاط كله ياته بداية الربيع بتحول لمنتجع سياحي وبيركبوا فيها المطاعم والشالهات كلها بتتركب وبنهاية الخريف كل هيدا اللي ركبوها بالصيف كله بتجي شركات بتفكها وبتحملها وبتروح وكأنه ما كان في شيء أبدا هيدا المدينة لأنه مدينة سياحية بنقام فيها كتير فعاليات وخاصة بأيام الصيف وطبعا فيها حلبة لسباق السيارات بيجو فيها من كل أنحاء العالم بصرفة مرتين بالسنة سباق سيارات إضافة مثل ما شايفين احنا الأشرع الهوائية طبعا هيدا بس يكون فيه هوا كتير المحبي هيدا الرياضي بيجو بيمرسوا هوايتهم هون كمان مثل كل المدن الهولندية مدينة زاندفورد مشهورة ببطاطة المقلية وفي محل أخذ عدة جوائز وطلع الأول أكتر من المرة على البطاطة المقلية اللي بيبيعهم من ضمن الفعاليات كمان بتنقام بزاندفورد بيجو مجموعة أشخاص عندهم هواية أنه يبنوا المجسمات من الرمل فبياخدوا قطعم نشط وبيبنوا عليها هيدا المجسمات هي عبارة بس من الرمل وبتبقى عدة أيام وأحيانا كم أسبوع إلا أن يجي مثلا مد من البحر وبياخد الرمل كله وبيختفي كل شي وأنا مرة شفقت عن جد كين بينين قلاع وبينين أشخاص وبينين شغلات كتيري كلها من الرمل سبحان الله يعني فنهم كتير دقيق وما بتتخيل إنه هيدا كل شي مبنئ من الرمل المدينة نفسها كمان حلو التجول فيها مثل ما قلت لكم فيها مطاعم ومقاهي وأماكن للسهر كمان بالليل وفيها محلات أيس كريم الإيطالية مشهورة كتير كمان بالأيس كريم البوزة مشكل البوزة الإيطالية وفيها محلات كتير لبايع السمك كون المدينة على البحر إضافة للصباح والزوار من داخل هولندا بيجوا للمدينة كمان كتير ألمان بيجوا عليها يعني بنشوف نحنا بالصيف إنه الألمان هني النسبة الغالبة اللي بيجوا على هيد المدينة وبيبقوا فترات وخاصة الشباب يعني اللي بيحكي أنا الطلبة الطلبة من عمره 18 سنة وانتوا طالعين فبيجوا مجموعات مجموعاتهن ورفقاتهن بيقضوا كم يوم هوني على البحر وبعدين بيروحوا لألمانيا طبعا لأنه ألمانيا على ما أعتقد ما فيها بحر فهني بيجوا على بحر هولندا وبيجوا كمان ليأكلوا الوجبة المعروفة بهولندا اللي هي وجبة البطاطا المقلية مع سمك المقلة المشهور فيها من آآ سمك من لحم سمك القد وبيعملوا بطريقة كتير حلوة بيقلون هيكي مكعبات صغيرة قد حبة الجاز تقريبا اتنين تلاتي سنطة مكعب من السمك بيغمصوه بطحين بس دايما الواحد لازم ينتبه لأنه أحيانا نفس الخليط الطحين بيحطه فيه للأسف خمر وبعدهم لأ بس بيحطه عبارة عن مي وبهرات وطحين فلازم دايما نسأل أنه الخليط اللي تغمصت فيه القطع السمك قبل القلي هل فيه بقلبه خمور لازم تتأكدوا من هيدا المسألة إذا بيهمكن طبعا أنه ما يكون بأكلكم فيه خمور أنا اليوم جيت لشط البحر مش بس لكزدير كمان لإشهد غروب الشمس لأنه غروب الشمس على هيدا الشط بالذات شي ما بيتصور يعني أنا ما بدي حرق لكم المفاجأة ولكن عن جد سجلت غروب الشمس والشمس هي قرص الشمس هو عم بيغيب نهائيا شي روعة نحن عنا بشهر رمضان نصوم ساعات كتيرة يعني أحيانا توصل 19 أو 20 ساعة خاصة إذا إجا فترة معينة بالصيف شهر رمضان عن جد حرفيا منوصل لـ 20 ساعة الصيام وبنفس الوقت يعني ما عنا فرق وقت بين الصيام والصحور ما عنا أبدا وقت منشان هيك منعتمد على وجبة وحدة بس طول 24 ساعة اللي هي وجبة الإفطار اليوم متل ما نكن شايفين ما كان في ناس كتير أول شي لأنه قلت لكم درجة صحيح الجو حلو والسماء صافية ولكن فيه هوا بشكل مش معقول يعني الرمل اللي احنا وماشيين بالأرض متل ما عم تشوفوا بالفيديو الرمال عم تتحرك من كتر الهوا طبعا بعد ما قدرت تقريبا في ساعة ونص عم قزدر على الشات جعت وحبت إجي هون دفي كمان لأنه الجو بارد دفي شوي حالي بكبية شاي فاخترت هوني شاي ورق النعناع مع الزنجبيل وطلبت هلأ بديه ايكل طبعا الوجبة اللي طلبتها وجبة سمك طبعا رجعت أكدت عليه انه أول شي طلبت منه سألته انه الوجبة الموجودة هون بقائمة الطعام صرت اسأله عن كل وجبة اللي انا اخترتون فللأسف الوجبة الوحيدة اللي ما كان فيها ابدا هي هاي دي وجبة السلمون طبعا انتوا بتعرفوا رأيي انا بالزيوت المهدرجة فالبطاطا المقلية اللي طلبتها للأسف كان آلينة بزيوت مهدرجة لابد منه الواحد لما يقل بالمطعم بيتعرض لهذه الأمور ولكن وجبة السمك لما سألته قال لي ايه منقليها بالزيت فطلعت منه اذا بيقدروا يقلوا ليها بالزيت زيتون او زبتي فتم الاتفاق انه يقلوها مختلط بين شوية زبتي وشوية زيت والحمد الله كانت الوجبة صحية مية بالمية طبعا اللي حابب يعرف قداش حق هذه الوجبة مع سعر كباية الشاي اللي اخدتها كلفوني تقريبا 35 يورو كتير كانت غالية لكمية كتير بسيطة من الأكل ولكن هايدي أسعار مدينة يعني هيدا المكان سياحي 35 يورو بقدر بعمل فيهم أنا مشترياتي لأسبوع كامل اشتري وجبة الإفطار وجبة الصبح يعني الترويئة نحنا بنسميها بلبنان بقدر أني لأسبوع كامل اشتري أغراض اني اتروأ لمدة أسبوع بهيد الوجبة اللي أكلتها بالسمك أنا بس عم بعطيكم مقارنة بالأسعار أنه المطاعم عندنا بهولندا كتير غالية أنا بكل الحالات ما بحب أكل بالمطاعم لأنه دايما الواحد بفوت على مطعم أحيانا بحس بخيبة أمل أنه الأكل ما كان على زوءه بس هي القاعدة نفس القاعدة ما كان على زوءه ما كان ناسب ما كان كذا فبيطلع له عنده مشاكل نحنا بهولندا بنتعرض لهذه الأمور يمكن ببلاد العربية فيه خيارات كتير يقدامكم من الأكل الحلال وأيضا من نفس نوعية الأكل عندنا بهولندا ما فيه يعني إذا طلعنا لبره نحنا أنا عم بحكي عن حالي كوني عندي التزام شوي بالدين ما بيكل مثلا لحم مش مدبوح على الطريقة الإسلامية ما بيكل دجاج مش مدبوح على الطريقة الإسلامية وأي شي بدي دق فيه إضافة أنه طريقة إعداد الأكل يعني هل هي تم طبخ الأكل بالزيوت المهدرجة هل استخدم بطريقة صحية هيدا الأمور كلها أنا بنتبه لأيلها فبيكون عندي صعوب كتير أني أكل برا للأسف أحيانا كتير نروح للمطعم لحتى نقضي وقت حلو مع رفقاتنا ونأكل مثلا وجبي طيبة وصحية ومنختار الوجبة فعلا على قائمة الطعام ومنتصل الوجبة للأسف بخيب أملنا فيها من هيك بالواحد بيصور عنده أنه بيقول لك أنا بحب أطلع أتمشى ولكن بطبخ ببيتي هلأ الساعة تقريبا عشرة إلا خمسة بالزبط عشرة إلا خمسة وبلشت الشمس تغيب عنا وبلش قرص الشمس ينزل طبعا بالأيام الصيف الأكتر بدايات الصيف أو قلنا نقول بالنصف الأول من الصيف الشمس بتكون تقريبا للساعة 11 بالليل بتغيب بس هلأ كلمة إنه الجو عم يتأخر أكتر أو عم يتبكر قلنا نقول عم يتبكر ما غيب الشمس وطبعا طيور النورس ما شاء الله معب المكان طيور النورس بمدينة زاندفورت كتير مسالمة عن جد كتير مسالمة من قبل كم سنة كنت على البحر بزايا بمدينة دنهاخ اللي هي لهاي معروفة برا باسم لهاي واشتريت طبق سمك مع بطاطا مقلية البيع قال لي انتبهي من النورس فكليهم تحت الضل يعني عنده هيك مثل الخيمة فباكلهم تحتهم فأنا ما قلت له أوكي بس ما سمعت الكلام وما عرف تلاي يعني ما خطر عبيل اسأله له فقلت خليني يتمشى أنا وعم باكل عشاط ملحقت وطلعت من تحت الغطاء اللي هو بانيه عشان يحمل المشتريين من تيور النورس إلا إجتني غارة من تيور النورس بيسواني أخدوا الأكل من إيدي بضم أشعر فكانوا عم فييني بشكل مش معقول أما تيور نحن مدينتنا هون عن جد مسالمين على اليوتيوب بتشوفوا كتير تيور النورس بهولندا إنه واحد مثلا عم يحط أكل بيتمه شخص مثلا مشتري سمك نوع من السمك ورافع راسه عم يحط السمك بيتمه بيجي طائر النورس بيخطف شريحة السمك من الزبون أو من الشخص اللي عم يأكله هلأ من اللاحظين طبعا أنا عم صور بالتليفون فكانت شوي صعوبة إنه قلقوا لكم عن قريب قرب العدسة فرجيكم بالزبط شروق الشمس أو عفوا غروب الشمس فشوفوا كيف بلش ينزل قرص الشمس للأخير طبعا هايدي ملاحظة كتير مهمة إنه غابت الشمس نهائيا وضل ضاو يعني هلأ نحنا ما في شمس خلاص قرص الشمس اختفى وبعدنا عم نشوف ضاو طبعا هون عم فرجيكم أنا هون في ناس بيحبوا دايما يرسموا اللوب هايدي إيد اللي طالع بالفيديو ما كانت مصورة مليح بس عم بقلكم نشوفه هون في اللوب هون طبعا حرف ال-R وال-A أنا بس ألفظ الكلمات عم بلفظها بالفرنسية مش بالإنجليزية حلق بنشوف إنه احنا حمرت طبعا قرص الشمس اختفى عم نشوف الحمرة حمرة المغيب والناس بلشوا اللي عم بيمارسوا هايدي هوية الأشريعة بلش يضبط بغراضهم ويروحوا على بيوتهم أنا كما صار لازم إني روح البيت فمحتارة إني أخذ الباص رجع بالباص أو بالكتار ولكن وقع الاختيار إني خلص إلت بروح بالكتار مازال جيت بالباص فخليني روح بالكتار طبعا لما وصلت على الكتار طبعا هلأ صارت قريب عشرة وثلاث فخلص بس متل ما ملاحظين بعد أضعوا عنا بعد ما عتمت عجيب هايدي البلد هيك عنا نحن بهولندا يمكن على العشرة ونص هلأ لأنه بلش آخر الصيف عشرة ونص يعني قبل الـ 11 خلص بتكون عن جد عتمت الدنيا إذا عجبتكم الجولة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك وكمان تكتبوا لي تعليقات شو رأيكم بالفيديو وشو حابين تشوفوا بالفيديوهات الجاية وما تنسوا تشاركوا القناة مع أهلكم وأصحابكم لحتى تكبر عائلتنا وهيك بتكون رحلتنا أو جولتنا أو قصدورتنا بمدينة زانفورد عشرة البحر انتهت وهلأ أنا متوجها لمحطة القطار وطبعاً الكطار بتأخر للأسف تقريباً 45 دقيقة لحتى يجي وهيدي الكطارات إذا كان يوم الأحد فطبعاً بيختلف عن يوم الأيام الأسبوع بيكون في عدة كطارات بتجي خلال الساعة ولكن يوم الأحد بكل هولندا معروف انه الكطارات بتكون قليلة كتير وبتجي ممكن مرة بس بالساعة أو مثلاً كل 40 دقيقة أو كل 45 دقيقة هيك هو النظام هون بهالبلد تقريباً هلأ لا يجي الكطار لحتى إركب فيه يعني تقريباً بده 20 دقيقة كمان للبات يعني أنا على الساعة 12 برجع للبات لازم مثل سندريلا قبل 12 إن شاء الله بإذن الله إذا ما صار علينا شيء وصل على البات بالسلامة ممكن حدا يسأل أو يختر عبالو يسأل انه بنت لحالة بهذا الوقت بالليل خطر شيء أو أمان المكان لا هولندا أمين إن شاء الله وطبعاً كاميرات المراقبة بكل مكان بكل الشارع بكل زاوية فيه كاميرات مراقبة فمن هيك ما تخافوا إنه حتى لو الساعة 4 الصبح حتى للساعة 3 الصبح أي وقت بالليل ما في خطورة طبعاً أحياناً الواحد لازم يتجنب الأماكن اللي ما فيها كاميرات أو الأماكن يمشي مثلاً بالغابة بنص الغابة ما فيها كاميرات لحاله ممكن يطلع له شيء واحد آه ممكن هون ساعتها بيكون في خطر بس ما يحط حاله الواحد بمكانات خطرة ويجازف بحياته يعني متما شايفين لمحطة قلت لكم فاضي تقريباً ما فيها حدا كلها كم شخص بالنسبة لإلي كانت عن جد كم ساعة حلوين قضيتهم على البحر وإن شاء الله برجع بأقرب فرصة بتكون أكيد شتوية أو بداية الخريف إن شاء الله برجع مرتين بصور لكم كمان داخل المدينة إذا الله راد تفرجيكم عليها على معالمة كتير حلوة هلأ أنا بالباص بتوجها إن شاء الله بالسلامة بدي تقريباً كمان بالباص لبيتي 20 دقيقة شوفكم على خير ومع السلامة بأمان رب العالمين